هنروح لخبر تاني النهاردة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد عدد من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية في شمال سيناء كمان تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش تعالوا نشوف التأرير ونرجع تاني مع حضرتكم تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش والذي يؤدي مهمه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء كما التقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب وتطرف نهائيا والاستمرار في تهيئة المناخ المنائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء كما استمع سيادته إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم في مختلف المجالات وطلبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة مشيدا بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلف بها المقاتلون لحماية مقدرات الشعب المصري وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديرا لأدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص في القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة